في الإبداع سجل اسمه وكان الفعل يكون وبعد الحصارات بات الفعل ماضا منقوصا من الإنجاز وصار العراقي يقول كان العراق كان وعلى الله يتوكل المتفائلون قيل قبل هذا ويقال في كل يوم يتجرع فيه العراق صدمة من صدمات التصنيفات العالمية والفاعل فاسد أو يد طائلة تغتال خير البلاد وما فيها أما تصنيفات فقد وضعت العراق برفقة أكثر الشعوب والبلدان التي تعيش الخطر وما أكثر الخطر في بلاد الرافدين حين ينام العراقي على أمل أن يبدأ يوم جديد دون رصاصة أو استهداف أو فساد جديد لذا أصبح جواز السفر العراقي الذي كان مضرب المثل أصبح متذيلا قوائم التصنيفات وللمصادفة القاهرة الموجعة جاء تصنيفه الجديد برفقة جواز السفر أفغانستان التي تذيلت قائمة أسوأ ترتيب لجوازات السفر من حيث القوة في العالم فيسبق العراق أفغانستان ليقع البلدان في آخر القائمة العالمية وهذا ما يتناوله العراقي اليوم بين صفحات الأخبار ويشاهده على الشاشات مذهولا مصدوما بما يجري لجواز سفره ليس أملا في السفر فحسب بل أن هناك طموحات تتكسر على أبواب تلك تصنيفات وجهود تبعثر على يد الفساد ترجمة نانسي قنقر